الكاس الغالية اللي قدام حضراتكو كاس تاريخية ليه كاس تاريخية؟ لأنها بطولة قرية والنادي الاهلي النادي الوحيد في العالم اللي بيحقق بطولتين على المستوى القري في سنة واحدة الكاس دي كانت موجودة في النادي الاهلي من 7-8 شهور تاني النادي الاهلي بيعيد البطولة وبيعيد التقلق وبيعيد السعادة ليه جمهيره في نهاية سنة اعتقد سنة سنة بطولات للنادي الاهلي سنة كانت مليئة بالبطولات على مستوى المحلي على المستوى الدولي على المستوى الافريقي وهذه كاس السوبر الافريقي بقول لكم هي دي التركيبة الـ DNA بتاعت البلايس 90 كل جمهيرين النادي الاهلي العظيمة بنقول لها مبروك دايما بنقول الاهلي فوق الجميع الاهلي فوق الجميع بالبطولات الاهلي فوق الجميع بالالتزام بالإصرار بالعزيمة بالتقلق بالتكاتف بكل حاجة ما يخص النجاح والنجاح زي ما بقول لحضراتكم في كرة القدم ويمكن أنا عشت فترات طويلة جدا جدا على المستوى الاحترافي بقول أن ده ما بيجيش بالصدفة أن النادي الأهلي دايما بيحرز البطولات معظمها على مستوى عالي جدا من الأداء قليل منها بيكون ليه فرحة وليه بهجة خاصة لأنها بيتيجي في البلاس ناينتي